بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أرحب بكم أعزائي الطالبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي اليوم نشرح يونة 51 بكتاب القرامور اللي هو يتحدث عن الأفعال المساعدة ويحتحدث أيضا عن I think so والI hope so بداية كل شي لازم أنبهكم على شغلة مهمة الأفعال المساعدة والأفعال المساعدة هي أربع أنواع باللغة الإنجليزية الhave وجماعتها والdo وجماعتها والb وجماعتها والأفعال الناقص الكن والكدهي وجماعتها فعدنا أربع أنواع للأوكزلاري باللغة الإنجليزية طيب طبعا أكو أفعال ظاهرة مثلا ال is والr والhave والتصريب ثالث منكم وراها تصريب هاي أفعال مساعدة ظاهرة أوك أفعال مخفية اللي هما do والdoes والdid مثلا يعني مثل ما نعرف بأنه do تستخدم للمضارع مع الجمع والdoes والمضارع أيضا ولكن مع المفرد أما did فتستخدم مع الماضي دائما هنا يقول ملاحظة you can use auxiliary when you don't want to repeat something خلينا نكتب ملاحظة تستخدم الأفعال المساعدة ملاحظة كتب أهمك تستخدم الأفعال المساعدة للتعويض عن تكرار جملة للتعويض عن تكرار جملة أو بدلا عن تكرار جملة بدلا ما نكرر جملة كاملة فقط نحتاج اللي نحتاجه هو الشيء وحيد إنه إحنا راح نخلي فعل مساعد هذا الفعل المساعد راح يدل على الجملة have you lucked the door هل قفلت الباب yes I have عندما قلت yes I have هنا معناها نعم فالhave هنا دلت بمعنى الجملة بدلا ما نكرر الwas نفس الحالة want to be معنى will not أيضا يعني تستخدم بدلا لجملة do you like onion yes I do did Simon live in London yes he did طبعا بدلا ما أقول yes he live in London عندنا نقول he did وانتهى الموضوع يعني خلينا نكتب ملاحظة مهمة have you isn't she aren't they to show we are interested in somebody has said to show or to show surprise عندما احنا نريد نظهر التعجب فدائما اللي نستخدمه هو احنا راح نستخدم الفعل المساعد مع الفاعل فمن اقول I have just seen ستيفن انا اذا اريد اتعجب اقول oh have you هل فعلت او صدق بمعنى صدق ليزا isn't very well today ليزا اليوم صحتها مو تمام isn't she صدق صدق صدقية بتضبط ايش معناه صدق معقولة اي جيني طبعا هنا من نستخدم الفعل المساعدة اللي موجود عندي بالجملة يعني الجملة الاولى انا عندي هاف حطيت هاف الجملة الثانية عندي is خليت is جملة الثالثة عندي ماضي خليت did جملة الثالثة عندي R خليت R فهو نفس المساعدة راح نستخدم الفعل المساعد ونحطي ايه الفاعل حتى نظهر التعجب هاية والنسبة لي بي ننتقل على نقطة C نقطة C جدا سهلة بسيطة عدنا السو واللي تستخدم دائما وهي المثبت وانا اقول I am tired اقول so am I طيب استاذ الحمد وهي الام اي شن هان هاذا هي الفعل المساعد والفاعل مالجملة تجيبه وتحطها مثل ما هو جملة قال لك so am I ليش استخدم السو لانها مثبت طيب ليش اخذ الام لانه عند ام والآي هو عند اي والجملة الثانية قال لك neither do I طبعا الناذر تستخدم منه النفي تسوي بمثبت يابا ليش استخدم الناذر دو I لان جملة النفي شون عرف التنفي بها نفر اوكي بها نفر وليش استخدمنا دو لانه مضالع بسيط الآي الآي موجود عنده بالجملة طيب neither can mark نفس الحالة ونفس النظام ما راح نسوي اي شي جديد طيب ملاحظة هنا اخينا عدنا اي يقول لك you can say I think or I suppose when you don't want to repeat something اذا الشي انت ما تحب تكرر ما تريد عيدة بس تقول I think so او I suppose so او I expect so وكلن صح هل تعتقد هذول الناس كوريين I think so يعني انا ما رد اكرر الجملة ما اقول اي والله انا اعتقد هذول هم مهكوريين بس اقول I think so خلص الموضوع انتهى I suppose so نفس الحال I expect so نفس الحشي ونفس الموضوع خلص هذا اليوم انتهى بس اكملاحظة اخيرة يخليها يمك بنريد ننفيهم هذول العبارات I think so نقول I don't think so بس ال I hope بنريد نفيها اقول I hope not وال I guess اقول I guess not مو نقول I don't guess غلط ولا تقول I don't hope غلط نقول I hope not فهذا النه تحفظن تحفظ حالات النفي مالتين I guess so ونفيها guess not suppose not فاذا انهم يحفظنين وركزل عليهم لان كلش مهمات واحفظ الامثلة والسبلنج اللي راح تخطأ بيهن بالامتحان وتنسه فركز عليهم من هالسه منالكم ان شاء الله المفقية يا رب